لو قررت الولايات المتحدة الأمريكية إطلاق صاروق نووي لا سمح الله تتوقعون كم سيستغرق الأمر من نية الرئيس إلى موعد الإطلاق الحقيقي يبدأ الأمر باجتماع بين الرئيس الأمريكي ومستشارينه وهم مجموعة من العسكريين والمدنيين الاجتماع ممكن يكون في البيت الأبيض وحتى على خط تليفون سري آمن مرات يكون في اعتراضات من المستشارين لكن الأمر في النهاية يعود إلى الرئيس وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والجيش سينفذ قرار الرئيس هذا الاجتماع ممكن يكون قصير جداً 30 ثانية فقط فإن قرر الرئيس إطلاق الصاروخ يقوم البنتاجون بعملية الإعداد والتأكد بأن الذي يصدر القرار هو حقاً الرئيس الأمريكي يحضر ضابط من غرفة عمليات الحرب في البنتاجون برمز التحدي ويقارنه مع الرمز الذي يحمله الرئيس معه في كل الأوقات في بطاقة تسمى البسكت بمجرد إتمام عملية التأكيد يصدر أمر الإطلاق هنا تقوم بغرفة عمليات الحرب بإصدار رسالة تحتوي على موعد الإطلاق وخطة الإطلاق هذه الرسالة عبارة عن 150 حرف فقط يتم تشفيرها وإرسالها للمعنيين إلى هذا الوقت يكون مر علينا تقريباً من دقيقتين إلى ثلاث دقائق من نية الرئيس خلال ثواني تستقبل غواصة وخمس قواعد إطلاق صواريخ ICBM في مواقع مختلفة تحت الأرض رسالة الإطلاق يقومون بإخراج الرمز الخاص بهم من الخزائن ويقارنونه بالرمز المرسل لهم بعدين يبدأ فريق الإطلاق بإدخار رمز الإطلاق في الحاسوب عند وقت الإطلاق المحدد يستخرج كل فريق من الفرق الخمسة مفاتيحها الخاصة يتطلب الأمر أن ينفذ فريقين من الخمسة بالنسبة للICBM أما بالنسبة للغواصات فلهم كامل الصلاحية للإطلاق إلى الآن يكون مر من بداية الأمر خمس دقائق بالضبط منذ دعا الرئيس للإجتماع بالنسبة لصواريخ الغواصات يحتاج الأمر إلى خمس تأش دقيقة أخرى للخروج من الماء بمجرد إطلاق الصواريخ لا يمكن إلغاء العملية ونكون وصلنا نقطة اللاعودة